من ناحية تانية جبهة ما يسمى بتصحيح المصار هتعقد مؤتمرها يوم الحد بعد بكرة ان شاء الله في قاعة محمد حسنين هيكل في مبنى الاهرام الرئيسي الجبهة في بيان ليها صادر عنها النهاردة اعلنت عن خطوات تنفيذية هتتخذها الجبهة علشان سحب الثقة من مجلس النقابة في اقرب وقت ممكن كمان اجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد لنقابة الصحفيين لان النقابة ليها تاريخ كبير من النضال الوطني الجبهة قالت كمان ان المؤتمر هيشمل الحفاظ على وحدة الكيان النقابي وتطوير العمل المهني والخدمي باللي يحقق طموحات شباب الصحفيين وشيوخهم